اشتركوا في القناة وانا يعني كان معايا مشرفني مبارح على الهاتف السيد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة وقلنا له وده اللي طلبه النهاردة رئيس الوزراء من وزير الكهرباء انا قلت مبارح والنهاردة طلب رئيس الوزراء من وزير الكهرباء العدل في قطع الكهرباء ممكن واحد مشاغب يقولك احنا وصل بنا الامر ان احنا وفقنا على قطع الكهرباء للضربج ان احنا بنطلب العدل في قطع الكهرباء اه وصل بنا الامر كده معلش للضرورة احكام وقلنا عايزين نعد الفترة دي بهدوء يعني بتفهم بتفهم وبصبر بسي ما تجيش تقولي ان انا قطع الكهرباء عن بيت سبع ساعات وتقولي الناس تصبر ده انت كده بتهايج الدنيا ده انت كده بتعمل في ما هو ضد مصلحة الدولة لان انا بسخى الناس على الدولة لمصلحة مين انا مش فاهم فدي حاجة خطر يعني خطر على الامن العام ان انا اجي على حي وروح اطيع القهرباء في سبع ساعات فنروح فاتحيني التلاجة نروح رميين الفرختين اللي موجودين في التلاجة نروح رميين الفصولية اللي كانت بايتها من مبارا حمضة لان الدنيا حر أصلا يعني الدنيا حر أصلا شوية الرز اللي شلون في التلاجة شننا كله من بازو شوية الفصولية حمضو يعني ده ما ينفعش ده ما ينفعش فاحنا بنقول ما بنقولش بطل قطع القهرب لانه احنا خلاص استسلمنا لهذا الوضع والوزير قال انبارح قدامنا اربع سنين حقيقة الاربع سنين مش كلهم عجاف يعني ان شاء الله اذا عشنا وربنا يديكوا جميعا طولة العمر والصحة هتتحسن الاوضاع حتى حتى يعني زكاة الكهرباء بتقطع كل يوم مرة هتتقطع يوم ويوم زكاة الكهرباء بتقطع كل يوم ثلاث مرات هتتقطع مرتين وهكذا يعني كل شوية هنحس بتحسن لغاية في السنة الرابعة ان شاء الله يعني سنة 18 مش هيبقى فيه قطع كهرباء ده كلام وزير الكهرباء الحالي الدكتور محمد شاكر ده كلام فاحنا بنناشد تاني وبنضم صوتنا للصوت السيد رئيس الوزراء انا ارجو السيد وزير الكهرباء والطاقة يا دكتور شاكر من فضل ساعتك اعدل في قطع الكهرباء واحرس على اقل تطول المدة عن ساعة عشان الحاجة اللي في التلاجة ما تبص يعني نحط في اعتبارنا طلبات المواطنين متطلبات الحياة اللي الدنيا حر جدا في بيته وبيته ممكن يبقى شقة صعبة جدا فمنسيبوش كده تلات ساعات نقطع ساعة ونسيبوه يجري الشم نفسه بالمروحة شوية والتلاجة تشتغل تتلج الحاجات شوية والبتاع وبعدين اللي بقى ترجع نقطع تاني بعد اربع خمس ساحات يعني لازم اللي يعمل العملية دي مش بس يكون مهندس يكون فاهم في طبيعة تفاصيل الحيالية ويه للمواطن ايه الغالبان للمواطن الغالبان من فضلكو لانه الناس دلوقتي اللي ربنا مديهم ما بيحطوش فراخ في تلاجة ولا لحمة في تلاجة ما اعتقدش ان دوت بقى يعني حاجة مهمة ولو بازت مش مشكلة انما عادتانهم بيشتروا الفراخ ده كان زمان من عشرين تلاتين سنة جيبنا كلنا اديب فريزر وحطناه في المطبخ عشان خاطر كنا بنشتري اللا الفراخ كان بيجيبها لنا محمود الرشيدي كان بيشتغل في شركة في شركة هو موانز زراعي كان بيجيب لنا الفراخ بالشولة ولا اقول ان الجمعية بتضرب كنا نخزنها دلوقتي ما عادش خلاص انت بتشتري الفراخ من عند بتاع الفراخ او بتشتريها من السوبر ماركت مدبوحة ونظيفة وزي الفل وطازة واللحمة نفس الشيء انما الرجل اللي غالبان ممكن يكون ربنا فتح عليه اخوه حالته كويسة بعت له فراختين فاش هيلون في التلاجة ما يكمش هاكلوا مره باع بعت له نصف كيلو لحمة كيلو لحمة فرومة بتاع يعني يعني احنا بنسجل تقدرنا لكل مسؤول في مصر بيشتغل وبنسجل احترامنا لكل مسؤول من رئيس الدولة لغاية اصغر مسؤول في البلد محترمين كل هذا الجهد ولكن ان لم يصب هذا الجهد في يوميات المواطن المصري اللي هو عامة المواطنين يعني عامة فيه في مصر اغنية وفيه ناس مرتاحة وفيه ناس ماشية بالزق وفيه ناس تعبانة جدا وديه الاغلبية فاحنا لازم نشتغل لصالح الاغلبية لصالح الاغلبية يعني نكون بندور على حل المستشفيات الاستقبال في المستشفيات يكون انساني التعليم يكون لحد الادنى من العلم من التطور في الدنيا تشغيل الدماغة مش مجرد الناس بتحفظ كلام حفظنا كتير وانسناه مش مجرد الناس بتحفظ كلام وتقولوا خلاص لا لازم تشغل دماغتها وهكذا 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 لم يصب جهد الجميع بما فيهم احنا اللي موجودين في الاعلام اللي كانوا مع الرئيس النهاردة مجموعة كبيرة اتشرفت النهاردة بلقاء الرئيس ودي حاجة مهمة كلنا لو ما كناش هنعمل خدمة لعامة الشعب يبقى ملناش لازمة او نبقى بنعمل حاجة تانية خلي بالك اذا ما كنتش هتخدم على قضايا المواطن ده انت بتعمل ازمة راهيبة في البلد بتعمل مأسا ممكن تحدث يعني لا تبقي ولا تظر يعني ولا هتخلي حاجة في البلد لو الناس دي غضبوا مش كويس على الجميع ثم ده بقى الاهم اذا كنت انت عايز ترضى ربنا وده اللي حنتكلم فيه مع شيخنا العالم الجليل الشيخ خالد الجندي النهاردة هنتكلم عن التوبة لان احنا خارجين من رمضان كلنا نفسنا نتوب فيمكن توقف مثلا تقول يعني يعملون السوءة بجهالة فانت مش عارف ايه بجهالة دي ثم يتوبون من قريب فتتخضي تقول ده لازم لواحد يعمل العمل فيتوب بساعتها لو تأخر شوية بابازة التوبة فاحنا عنا نقف عند كلمة بجهالة وكلمة من قريب مع شيخنا الشيخ خالد الجندي ونشوف الحكاية دي ازا كنت انت حريص على التوبة وحريص على انك انت فاهم نهاية هذه الحياة اللي اسمها الدنيا ازا كنت انت فاهم ده فلابد ان تخلص في عملك ولابد ان يصب بالعمل كله في مصلحة عامة الناس في مصلحة عامة الناس وده طلبنا من جميع السادة المسئولين ان يصب بالعمل في مصلحة عامة الناس هو صحيح مشاكلنا كتير وصحيح أزمتنا كتير وظروفنا الاقتصادية زي الهباب ماشي بس احنا لازم نبدأ يعني احنا لازم نبدأ ولذلك هنفضل نقول في كل حلقة على السادة الذين منحوا رزقا من المولى عز وجل ان يتقدموا لدعم مصر يعني نهاردة انا قريت خبر كده ماشي تحت في البتاع الدهر ومش عارف كيف انا محطة ازن في النهارة او حاجة زي كده ان كان فيه لقاء بين رئيس الوزراء واحد الرجال الاعمال اتبرع بخمسمائة واحدة سكنية ده كان لهم زي الفل هو ده اللي احنا عايزينه هو ده هيحل مشاكل مصر لا لا بس هيساعد يعني هيساعد الفكرة مهمة هو هتفتكر ان سندوق تحية مصر هيحل مشاكل مصر لا لا انما هيساعد هيحمس كلمة الشحن العاطفي اللي وقيف عندها الرئيس النهاردة في لقاءه مع الصحفين وقال مش عايز كلمة الشحن العاطفي انا عايز اقول لا لا سيد الرئيس احنا نتكلم عن الشحن العاطفي لازم امال عبد الحليم كان بيعمل ايه امال صلاح جهين كان بيعمل ايه امال الستة ومكرسون كان بتعمل ايه وشدية وعبدالوهاب ووردة وفايزة ونجاة ومحمد فاوزي وكل دور كلمة بيعمل ايه والصحفين وقتاك انا بيعملوا ايه انا عايز مش اقول الناس وتقتهم قبل دا عايز قلوبهم قلبك يبقى معايا هيبقى كلك معايا انا هشحنك عاطفي صحيح كلام مهم انك انت لازم يكون عندك معلومات دقيقة عن الشحن قبل ما تشحن عاطفيا تمام انا موافق على الفكرة دي جدا لكن اشحن لازم نشحن الناس عاطفيا عشان نتحرك يلا نقوم اذا ما حبتش مش هتعمل خد المثل في سيدنا النبي قال له تحبوني اكثر من نفسك قال له لا نفسي لا دا سيدنا عمر قال له لا نفسي لا يا رسول الله قال له هو كده هو كده شوف بوصل ليه قال له تحبيني اكثر من نفسك فرح عمر قاعد تأمل قال له اكتشف انه بيحب الرسول اكثر من نفسه فرجع له اكثر من نفسي يا رسول الله قال له الان يا عمر هو دا مزبوط كده مزبوط كده الحب هو سر الحياة انت مش يقول لك المثل حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط ولو نلاقي الوقت بقت معكوسة بقى حبيبك يتمنى لك الغلط انما يعني لازم يبقى في شاحنة عطشة ناس تقول يلا بينا نقوم يلا نقوم يلا نقوم يلا نقوم يلا نقوم و مش عايز اقول كده بس على فكرة ممكن انك انت تقول وانت عارف ان المسألة صعبة بس تقول يلا بينا يلا بينا اجد عندنا مطلع كبير لأ يلا بينا من الفكرة دي بيتولد الحماس فممكن احنا الاربعة نتحمس بس ما نعرفش نطلع يطلع مننا اتنين ده اعجاز وايس جدا ممتاز لان المشوار صحب معلاش مش مشكلة بس لازم يبقى في شاحن جامد وفي حرق جامدة وفي مجتمع كله بيقوم مفكر في حاجة واحدة انه مش هتكلم عن حب مصر لان الناس بتتكلم كتير في حب مصر وعملوا الحكاية بقت يعني ومش هتكلم عن عظمة مصر ومش هتكلم عن بتاع ده كلام موجود في التاريخ وثابت ومفروش كلام بتكلم علينا احنا ناس عايشين في هذا البلد دي صح ان احنا نعيش كويس طالما البلد دي فيها خير وفيها ارض مليانة صروات وفيها نيل وفيها بحار وفيها حاجات كويسة جدا وموقع ممتاز وكل حاجة لازم ان شاء الله بعاون الله واحنا نقدر لازم نقرر ان احنا هنعيش في البلد دي كويس مصطورين عندنا حاجتنا فقرة في فقرة مفيش كلام انا على فكرة احيانا نستخدم كلمة ايه القضاء على الفقر لا مفيش حد عيعرف يقضي على الفقر ابدا على مستوى العالم صعب جدا في مثل هذه الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيا العالم كله الناس طبعات فيه غني وفيه نص ونص وفيه فقيل وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا انما المجتمع المجتمع المؤمن القوي الشريف صاحب القيم النبيلة هذا المجتمع لا يقبل ابدا ان يكون في وطنه محتاج فالإجبير قوي بين الفقير وبين المحتاج انا لا يجب ان اقبل ابدا ان يكون في وطني مصر اللي احنا عايشين فيه وعيشنا فيه سنين طويلة انا بقالي ستين سنة عايش فيه وحندفن فيه انا واسرتي وولادي وولاد ولادي وربنا يعني احنا عايزين عايزين نعيش في مجتمع كويس لازم يكون مقررين كده ان احنا هنعيش مع بعض في مجتمع كويس ما عندناش واحد مش لاقي دواه ما عندناش واحد مش لاقي بطنية ما عندناش واحد مش لاقي عشاء ما عندناش واحد عنده ولاد ومش عارفين نعلمهم النهاردة وزير التربية والتعليم عمل حاجة كويسة بنسجل احترمنا وتقدرنا اطلق حاجة خاصة بمحول امية محول امية رقمية مش عارف انا مش فهمها بس حفهمها طبعا حنقراها ونفهمها بس في حاجة خاصة بمحول امية لازم احنا كأمة نقول ان احنا خلال خمس سنين مش حيبة عندنا واحد مبعرفش يرى ويكتب دي مسئولية مسئولية علينا كلنا لازم يقولكوا لنا وان شاء الله ربنا اوينا وربنا اويكوا جميعا على الحياة الصعبة اللي انتوا عايشينها يعني انا عارف انكم عايشين حياة صعبة وحياة فيها قلم كتير وفيها احتياج كتير وفيها عوز كتير وفيها فيها لكن ان شاء الله ان شاء الله هنقدر ان احنا نخرج من هذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة